لكن على المستوى الخاص باللعبين وامبارح بصراحة الواحد كان سعيد جدا بمستوى الفرقة كلها ومتخب كله بصراحة الكل عمل مطش كويس بداية من شناوي لحد مصطفى محمد قدام مصطفى جاب جون حلو قوي قوي بصراحة نحيي عليه شناوي عمل مباراة كبيرة عندك النني من أفضل اللعبين في المباراة محامات صلاح طبعا لخات جايزة أفضل لعب في المباراة وأهداء للتريزيجيل وبرده عملوا مطش حلوى قوي قوي سواء صلاح أو تريزيجيل ضيعة كورتين وجابت تالتة وكان فعال قوي بلعب بروح عليها كالعادة تريزيجيل برضو فيه أكثر من حد حجازي علي جبر كل الناس عملت مطش كويس لكن أنا من وجهة نظر وأعتقد من وجهة نظر ناس كبيرة أو كتيرة قوي قوي نجم المباراة الأول هو أكرم توفيق أكرم توفيق ما شاء الله لكوة إلا بالله عليك لعيب يعني الكصة يا جماعة في إيه؟ الكصة في إنه واحد جاله رباط صليبي يعني الناس اللي لعبت كورة أو الناس اللي جربت الإصابة دي عارفين يعني الإصابة دي قد إيه رخمة إصابة في الكورة كده تعطلت كتير كتير جدا فأنا من الناس اللي كنت قلقان جدا على أكرم توفيق لأنه كان في قمة مستوى وتصاب في مطش ناجيريا في أول بطولة الأولى الأفريقية فالواحد قال لها أكرم توفيق إن شاء الله يرجع بالسلامة بس حتة بقى يرجع المستوى ما يرجعش المستوى دي بقى هو نصيبه يعني لكن روح أكرم توفيق وعزمته وإصرار وشخصيته في الملعب خليتك ما حسيتش إن أكرم توفيق جاله رباط صليبي أصلا ما شاء الله لك هو تقول لها بلا مش عايزين نحسده الراجل عقد يانيك كاراسكو مبارح وإيدن هازرد اللي اتنين بيلعبوا عليه مش عارفين يعدوا يمكن واحدة بس اللي في أول ماتش كاراسكو عادة وبتاع فيما عادة ذلك ما فيش يعني الراجل ما خدش نفسه بصراحة فأكرم توفيق لازم نحيي كل التحية لعيب راجل والمعادلة الصعبة جدا قدر إن هو يحققها إن هو يرجع بالمستوى اللي ختم به قبل إصابة الروباط الصليبي ومش أي لعيب يعمل كده لازم لعيب بمواصفات خاصة أول مباراة دولية ليه إمبارح بعد مباراة ناجيريا اللي تصاف فيها بيقدي بالرجولة دي قدام لعيبة عالمية لعيبة مميزة جدا فدي كلها أمور جيدة لأكرم توفيق اللي هو نجم المباراة من وجهة نظر من وجهة نظر ناس كتير جدا في الحقيقة أنا أتمنى له يا رب بكل التوفيق طبعا جمهور النادي الأهلي قال الآن على أكرم توفيق من ناحية إيه أنه ممكن يجيله عقد احتراف ممكن الرجل يمشي ممكن وده جماعة شيء وارد عشان نبقى نتكلم بمنتهى الصراحة لعيب بالإمكانيات دي وارد جدا يجيله عقد احتراف بقى العقد يتناسب مع اللعب مع الأهلي دي حاجات تتعلق بالنادي احنا مش هنقدر نتكلم فيها وتتعلق كمان باللاعب يعني لكن أتمنى أتمنى أن أكرم يقعد بما أني واحد أهلاوي يعني أتمنى أنه يقعد أطول فترة ممكنة مع النادي الأهلي لكن بما أني واحد مصري وفرحان جدا بواحد زي محمد صلاح فأنا شايف برضو في أكرم أنه ممكن يحقق نجاحات كبيرة جدا في أوروبا ويرفع اسم مصر زي ما نجمنا العالمي محمد صلاح بيعمل